مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا نظرا لعملته للنظام المغربي وانتمائه لحركة الرشاد والماك الانفصالية وغيرها من القلايا التي لاحقته حتى بتهجمته لدى رمز الدولة والعمل على الإدرار بصورة الجزار فتهم الأخير لا تعد ولا تحصى أما الأهم حاليا هي كشف الآن أن الأخير وفق الأنباء الأولى يبدو أنه سيعد معه نفس سيناريو مطلوبين جزائري سابقين كالدرك المنشق عبدالله وابن حليمة اللدان كانت إسبانيا قبضت عليهم وسلمتهم للعدالة الجزائرية خاصة وأنهما كانت أيضا عليهم تهم تقيلة بنفس تهم حيش معبود تقريبا وللجزائر وإسبانيا انتفقية تسليم المطلوبين وهو الأمر الذي يجعل بينهم تنسقا وتزهيلات كبير جدا في هذه القضايا وطلبات تسليم أما النظام المغربي والمعارضين الجزائريين المحسوبين على المخزن لكون المغرب هو من يمولهم يصدفهم يوميا في القنوات المغربية لتشويش وتشويه الجزائر بأي طريقة عبر خيانتهم لبلدانهم وعملهم بكل سبل لمصورة الجزائر وتهديد استقراره حاليا وفي خارج فاشلة ومنحطة سارع الإعلام المغربي في مجملة حتى القنوات الرسمية المغربية الملكية الممولة من محمد سادس لتوجيه اتهامات باطلة لقائد الجيش الوطني شنغريحا وللرئيس بون بخصوص مصر ما حدث مع هشام عبود المطلوب للقراء الجزائري بسبب أفعال وعملات الأخير وفق العدالة وملاحقته دوليا كانت أصلا من فرنسا وظلت الجزائر تضغط للسنوات طويلة لتسليمه لكن ماكرون والقضاء الفرنسي ظلوا يتمطلون ويرفضون تسليمه ولا صحة لكل إدعاءات المغرب التي أوردت أن مخابرة الجزائر في إسبانيا هي من احتجزته وهربته نحو الجزائر مع العلم أن فرنسا لا تزال لهوى ولا بقي أشبه المعارضين العملاء للنظام المغرب الآخرين ترفض تسليمهم رغم كل أدلة والأحكام النهائية التي ترسلها في طلبات توقيف نهيك عن كون فرنسا أصلا لم تسلم حتى المسؤولين الفسدين الهاربين الذين نهبوا سابقا وهربوا الملايين الممليار للبنك الفرنسية من الجزائر لكون فرنسا تستفيد منهم ومن الأموال المهربة ومن المعارضين تستغلهم في تشويش وتشغيب سياسيا أما إسبانيا كانت ولزالس الأكثر تعونا وتسهولا مع العدلة الجزائرية بقبولها لطلبات تسليم خاصة وأن ملفات الجزائر التي ترسلها لهم سيكون كاملة ومستوفية لكل شروط تسليم المطلوبين المدعو هشام عبود ظل يهاجم الجزائر والكل المسؤولين يشويه بلده الجزائر بكل حقد على حساب سلمي على الملك المغربي محمد ثالث مطبلا له في كل خرجاته ويداعي أنه زعيم وأحسن قائد ويقف لدى دعم الجزائر لصحراء الغربية بل ويستقبله نظم المغربي في الأراضي الصحراوية ويقدمنا له الدعم المالي الضخم كما يستغلون تصريحاته لدى الصحراء الغربية ومواقف الجزائر لتصوير كأنه أصلا إنجاز لإلهاء الشعب المغربي بهذا الأخير عن واقعهم وواقع الصحراء الغربية التي هي في الأساس قضية مطروحة ومتعرف بها أمميا فهشام عبود ظل مكرسا لكل واقصه وجوده لتشويه رئيس بونو الجزائر ككل ومحاولته الشعب للفوضى بل ولم يكتفي بالتحالف مع نظام محمد سادس وتنفيذ مخططتهم وتعليمتهم فرح أيضا لتحالف مع حركة رشاد وحركة المك الانفصالية ويلتقي بشكل دوري مع الانفصال للهارب فرحة مهنية إذ يدعم عيشام عبود هذا فرحة مهنية ويدعم مخططته الانفصال يلفتنى داخل الجزائر وهو الذي لا يجد أي دعم ولا إصغاء في الجزائر لدعوته الانفصالية وكل دعوته الأخيرة التي رهن عليها خير دليل لم يجد أي دعم ولا إصغاء من الجزائر لدعوته الانفصالية لم يستطع إخراج ولا أي جزائر للتظاهر لصالحه فحتى فرحة مهنية وراءه نظام المغربي الذي يدعم كل طرف يرا فيه قدرة على التشغيب لدى الجزائر أما الجزائر فهي عازمة على أي عادة كل هؤلاء للمحاسبة ونيل الجزائر مع العلم أن الصحف المدعوه شمعبود تنتظره قضية كثيرة للموت العليغة في المحاكم الجزائرية عند وصوله المرتقب الذي يتم الحديث عنه قريبا وينصدر أن يلال أحكام أخرى تقيلة أيضا يمضي فيها ما تبقى له في الحبس قابل دول ملاحقات وتسليم مرتقب أموال فلكية نهبها قبل الهور من الجزائر لن تصدق معدى كشف في ملف الملح والرئيس مون يضرب بقوة بداية ومع كشف أن ملف الملح المفتوح والذي تورط فيه قرايا ونجله قد نهبوا فيه 500 مليار سنتيم وأكتر تم الإطاحة بالعديد من المسؤولين والحكم عليهم بأحكام تقيله وملاحقة كل الفارين في الخارج للقبض وتسليمهم مع إتمام الملف وحسم القضية لتقبل بدء إرسالهم في طائرات خاصة وقد أرجعت المحكمة في هذا الملف المتابع فيه 34 متهما بينهم مديرو وإطارات سابقة وحاليا للقرض الشعبي الجزائري والشركة المملوكة للإخوة الفارين من العدالة في وقائح تتعلق بمنح قروض بالملايار لمشروع فاشل لاستخراج وتحذير وتوسع الملح وتتعلق قضية الحال بملف كلورال الكائن مقره بمنطقة لوطايا في ولاية بسكرا والذي استفاد من قروض بالجملة خلال عدة سنوات من القرض الشعبي الجزائري لتمويل مشروع استخراج وتحذير وتسويق الملح إلا أن ملايار دينارات بددت وهربت من طرف مسير الشركة كراين شريف وكراين جمال الفارين من العدالة الجزائرية ليتم تبيض هذه الأموال من خلال شركات وعقارات وشقاك كثيرة داخل وخارج الوطن وفي هذا السياق كشفت تقرير مفتشية العامة للمالية عن فساد رهيب تكبدته الخزينة العمومية عن طريق قروض بدون حسب ولا رقيب بتوطأ من مديري وإطارات بالقرض شعب الوطني الذين دسوا على القوانين المحمول بها منحين إياه قروضا بنكية لمسيري شركة كلورال بطريقة مشبوهة إلى أن سقطوا جميعا حيث أشارت تقرير المفتشية إلى عدم كفاية الضمانات المطلوبة بخصوص قرد ممنوح بقيمة 530 مليار سنتين اتسلطت حقوبة 20 سنة حبسا نفيدا وغراما مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق ملك الشركة غراين شريف وغراين جمال مع أوامر بالقبض الدولي عليهم ومصدر جميع الأملك المحيوثات وعقوبات الردعية باستجن أيضا على العديد من المتورثين من إطارات مركزيين ومحليين بالقرض الشابي انطبق عليهم شعار حميها حرامية ساهموا في الفساد وتبديد وطهرب الملعام الذي من المفروض أنه أمان أنهم خانوا الأمنة ونهبوا البلاد والعباد والآن مع الضربة المبغتة والمفاجئة من الرئيس بون العديد من المسؤولين ورجال مالفاسد بإخراج ملفاس تقيلة كانت مسكوتا عنها ومحاصرتهم بها سيسقط حسبهم المسؤولين ولا تسهل مع أي من يتورط زوجة علي حداد تعود للواجهة وتتورط مع الاعترافات ولن تصدق ماذا أخذت من ذلاته هي وزوجة وزراء ورجال أعمال فور حبسهم عودت المحاسبة بقول الضرب لن تصدق أيضا زوجة بوشوارب عرضت القصر للبيع بمبلغ صغير جدا وغير متوقع بداية يبدو أن زوجات العديد من الرجال مالفاسد ووزارة تمسهم العدل أخيرا لتورطهن المباشر في أفعال أزواجهم وخصائط وطأ في إخفاء وتهرب العديد من الأملاك وتسببهن أيضا في خصائر ضخمة للخزين العمومية فمن زوجة حداد إلى زوجة أويحيات ثم زوجة بوشوارب ثم سلال وهامل وغيرهم الكثير أولها زوجة رجل أعمال سابق الملياردير المحبوس على حداد الذي لم يعود مليارديرا مع تجريده من كل ممتلكته وملايار دولارات وكل الشركات التي كان يستحود عليها أما بخصوص زوجته تورطها وذكر اسمها في الملف جاء بسبب أفعال سابقة لها وهي وابنها فابنها أيضا تورط وتمت بحاكمته